اهلا وسهلا فيكم مرة تانية بهذا الفيديو بنشرح شغلة اضافية على الفيديو الماضي في الفيديو الماضي شرحنا البلو برينت وشرحنا انه اي تعديل داخل البلو برينت رح يأثر على العالم كله فلو اعدلنا على البلو برينت برفع او تنزيل هذا مثلا الابن رح يتغير موقعه في العالم الخارجي عند كل المترابطين مع ملف البلو برينت طيب احنا من اسال سؤال لو انا قررت اني اتحكم في هذا القوس لحاله اول ما يجي اضغط على القوس بمسيق لي Special��up طيب يعني انا كيف ادي اتحكم بهذا القوس بتحكم بنفسه they become 좋아اب ماذا يجب ان اعمل الان كل واحد ضرخنا في هذا العالم كل مرة منو اخذ نسخة من البلوлишком بنضيفها بياخد اسم جديد يعني بتلاقيه في الورد اوتلاينر فيه له اسم اي بي بي ثري اي بي بي فور فلو اخترنا احنا هذا الملف اسمه اي بي بي فور بتختاره بعدين تيجي انت في الديتيلز بتنزل هاي لتحت شوي بتلاقي رقم واحد اللي هي الاب اللي هو احنا بسمينه هون وبتلاقي رقم الاثنين اللي هو القوس هاد القوس احنا اللي بدنا نحاول نحرره مش عارفين فبكل بساطة بتحدده من هون بتكبس عليه وفي طريقة ثاني اذا بتكبس دبل كلك بتحدده بس من المهم جدا هنا نعرف انه هون موجودين اللي هم الاباء والابناء فبتمسك انت عليه بتتحكم فيه اذا بدك تغيره بتغيره بدون ما يتغير كل اشي فيها ضعي وعلى سبيل المثال بدي حركه بساطة بتسعين درجة لاحظ ان هو الوحيد اللي تحرك وكل البقية ضلوا زي ما هم ما تغيروا فقط هو اللي صار ملتف تمام هذه كانت مهم جدا انه نذكرها وطبعا من المهم جدا نعرف شغله تعال ناخد نظرة لو حركنا هاد هون لفوق هل بتأثر نعم بتأثر بعض الاحيان ممكن يبين عندك انه ما تأثر ممكن يظلم عليك تحت بواخذ وقت عبير ما يعالج البيانات ممكن احنا حركه كذا مرة هون وما يتغير موقعه في الملف الاصلي ممكن ما يتحرك ركز انت ما تفكر انه ما يتحرك وفعليا يتحرك بس بكون فيه مشكلة صغيرة في الكود رح ياخد وقت عبير ما يقرأ ويحركه فهاي مهم جدا انتنتبه لها انه ممكن ما يتحرك من مكانه ويعلق لفترة بعدين بتلقى يتحرك لما يقرأ الكود هاد بيكون هوا نهاية فيديو هاد ممتشفكم فيديو جيدة ومتشفكم فيديو جيدة ويتحرك